مجلس الشورى مجلس الموافقة على المواد التي تضمنها التقرير التكملي فيما قرر المجلس إعادة بقية المواد للجنة لمزيد من الدراسة بطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون باعتبار أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي للتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون هذا وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل المتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون بعدم الموافقة كون الغاية منه متحققة على أرض الواقع بالفعل المشروع القانون هو في الأصل مقترح من مجلس النواب المؤقر بصيغة المعدلة وجعنا من الحكومة لأبداء الرأيل عليه اللجنة بعد الدراسة يعني عدلت على المواد خصا المعدة الأولى التي سمحت بنقل الرمال وليس تصديرها إلى المشاريع المشتركة والاستراتيجية مع دول مجلس تعاون بعد موافقات مجلس الوزراء المؤقر هذا لحفظ له الثروة الوطنية ثانيا شدد وغلد العقوبات على المتجاوزين يعني وصل العقوبة إلى 100 ألف دينار كحد أقصى وحد أدنى 20 ألف دينار وفي حالة العود 140 ألف دينار و200 ألف دينار مع إلغاء الترخيص لما يمثله هذه المخالفات من تدمير للحياة الفطرية واستهلاك للمخزون الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر